دراسة جديدة نشرت في Geophysical Research Letters تكشف بأن طبقة الأوزون الواقية للأرض مهددة بالتآكل وذلك من قبل جزيئات صغيرة من أكسيد الألمنيوم والتي زاد عددها بمقدار ثمانية أضعاف بين عامي 2016 و2022 السبب هو الأقمار الصناعية في الغلاف الجوي التي عندما ينتهي عمرها الممتد لخمس سنوات تحترق وتترك وراءها هذه الجزيئات الصغيرة ومن بين 8100 قمر صناعي في مدار أرض منخفض هناك 6000 منها أقمار Starlink الأقمار الصناعية والمملكة لألون موسك الطلب العالمي على تغطية الإنترنت أدى إلى تزايد إطلاق أسراب من الأقمار الصغيرة وتعد الدراسة هي أول تقدير واقعي لمدى التلوث طويل الأمد في الغلاف الجوي العلوي الذي تحدثه تلك الأقمار